اهلا بكم وفيلم جديد قبل ما نبدأ يا ريت لو انت ألفة جديد في القناة لايك واشتراك وفعل الجرس علشان وصل لك فيديوهاتنا اللي جاية يلا بينا نبدأ بيبدأ فيلمين النهاردة في كوريا الجنوبية مع شخص كسول جدا اسمه جون واول ما بيصحى من النم مش بيلاقي حد من أهله في البيت فبيتقرر يعمل لعادي بتاعه يلعب ألعابه ويبس على مواقع التواصل بتاعته بس أصحابه اللي بيلعبه معه مستغربين ان هو في أخطر منطقة في العالم وهو قاعد يلعب ومش دارب اللي بيحصل حواليه وبيطلبه منه صحابه يروح يشوف الأخبار واللي بيحصل في مكان سكنه وبيفتح التلفزيونه وبيشوف في الأخبار ان الدولة بتحذر الناس من انتشار الزومبي وبيبعاته رسائل تحذيرية للمواطنين على تلفوناتهم فبيتقرر يبص من البلكونة لكن بيتصدم جون لما بيلاقي الزومبي محوط العمارة اللي هو فيها من كل مكان والموت في كل مكان في المدينة اللي بيموت بسفة بالزومبي واللي بينتحر حتى عربيات الإنقاذ بتدقب وبتنفجر والموت أصبح سهل جدا في المدينة في الوقت اتشاف جون بنت بتحضن أمها وهنا فرع علشان في ناس لسا عايشة لكن للأسف البنت تحولت لزومبي وقترت أمها على طول وبيروح جون يبص من الباب علشان يشوف اللي بيحصل قدام شاقته لكن بيجي معليه واحد وبيطلب منه انه هو يفضل معاه في البيت لان أهله تحولوا كلهم ومعندوش مكان يستخبى فيه لكن جون مكانش يواصق فيه ورفض ان الشخص يقعد معاه هنا الشخص طلب ان هو يستخدم الحمام وقال لي جون ما تخافش أنا مش مصاب هنا جون وافق وخلاه يروح الحمام وبيسمح في الأخبار ان عراض الإصابة هي نزيف حاد في العين والرغبة في أكل لحم البشر هنا شك جون في الراجل اللي عنده وطلع يجري مسك سكينة واول ما طلع الراجل من الحمام طلب منه جون ان هو يشيل الرباطل على إيده واتصدم جون لما لقى على إيده أثار عد زومبي اتراعب جون جدا وبدأ يطلب من الراجل ان هو يطلع برى البيت لكن في الوقت ده كان خلاص الشخص ده بدأت تظهر عليه عراض الإصابة وخلاص تحول وعلى طول هجم على جون لكن جون في محاولة منه للدفاع عن نفسه سحبوا البرى البيت ورماه علشان يتخانق هو وزومبي تاني بره في الوقت ده بدأ جون ان هو يحمي نفسه وجاب تلاجة حطها ورى الباب علشان يكون من الصعب الباب يتفتح وحاول ان هو يتواصل مع حد من أهله لكن بدون فايدة لان الشبكة ضعيفة جدا حزن جون جدا لانه مش عارف يتواصل مع أهله والدولة بدأت تيديهم تعليماته وتعرفهم انهم لازم يخزنوا أكل لمدة 60 يوم ويأكلهم نفسهم على المدة دي وبالفعل بدأ جون يقسم الأكل اللي عنده علشان يكفيه لستين يوم لكن للأسف الأكل اللي معاه مش هيكفيه غلع عشر تيام بس وهنا جون حاس باليأس جدا من الوضع اللي هو فيه وجات له فكرة ان هو يزرع بزور الفاكهة لكن الزرع هيطول جدا ولغى الفكرة من دماغه والتاني يوم وهو بيقلب على مواقع التواصل الاجتماعي لها ناس كتير بتطلب المساعدة فقرر ان هو يعمل زيهم وعمل منشوره بدأ ان هو ينزله بس برضو الشبكة لسه ضعيفة هنا جات له فكرة ان هو يربط الفون بتاعه في الطيارة الدرون علشان يلقوا الشبكة وفعلا نجح في كده لكن لسوق حظه الفون فصل شحن ولما بيجي الليل بيشوف شفطية بتحاول تدفع عن نفسها وبتدرب الزنبي بالنار لكن للأسف رصاصها خلص والزنبي هجم عليها وقتلها وجون بدا يصرخ في الزنبي علشان يسبوها لكن بدون فايدة وهنا جات له فكرة ان هو يجيب المسدس بتاعها علشان يدفع بيها عن نفسه لكن فكرة خروجه لبرة ممكن تقتله علشان كده لغاها هنا الزنبي بيعرفوا مكان جون علشان صوته عالي وبيروحوا يحاولوا يفتحوا الباب علشان يوصلوله لكن جون فضل واقف ورا الباب وبيحاول يمنعه من هم يدخلوا لكن الزنبي كان اقوى منه وفتح الباب وهجم علي جون لكن جون شغل دماغه وجريع البلكونة علشان يخدع الزنبي ان هو هينط منها وبالفعل نجحت الخطة والزنبي رمى نفسه من البلكونة ورجع جون علشان يصلح الباب بتاع البيت وبدأ يعمل فيديوهات يحكي فيها عن اللي بيحصل له الايام دي وفي اليوم السابع جون عرف معلومات اكتر عن الزنبي وعرف ان العدوى عن طريق الدم وانهم بتذكروا اي شيء بيحصل لهم قبل العدوى في الوقت ده المياة بتأتي عن المنطقة كلها لكن جون بدأ يستخدم الكحول بدل المياة وبقى سكرنته دلوقت ولما فاقمنوا السطر اللي هو فيها دي غطى الشبابيك علشان الزنبي ما يشوفوش ما خلاش بس غير فتحة صغيرة يرائب منها تحركات الزنبي وفي صباح تاني يوم كان جون وصل للمرحلة كبيرة من اليأس وفجأة بتجيه لرسالة مفرحة من اهله انهم بخير وبطلبوا منه يخلوا باله من نفسه هنا ارتفعت مع نوياته جدا وطلع علشان يكلم اهله وربط الفن وطلع نفسه من البلكون علشان يلقوا الشبكة لكن برضو بدون فايدة اتعصب جون جدا وبدأ يكسر في البيت كله وقرر ان هو يطلع يموت في الزنبي وطلع برا البيت وبيبص على يمينه وبيلاقي الشخص المتحول اللي طلب منه يقعد معه في البيت وبص على شماله لأ مجموعة كبيرة من الزنبي بتقرب منه فجري علشان ينظر في الأسانسير اللي موجود فيه زنبي هو كمان وبيخبطه في بعض علشان يجده فرصة لجون ان هو يهرب لعد ما بيقابل زنبي اعمى بيعتمد بسع الصوت واستخب جون منه بهدوء لغاية معدة زنبي ودخل البيت هنا الزنبي بيسمع صوت قفل باب وبيهجم عليه لكن جون بيفضل يقومهم علشان ما يدخلوش وفي اليوم العشرين بيحصل انفجار كبير في محطة الكهرباء اللي بينتج عنه انقطاع تامل الكهرباء على المدينة وتحولت المدينة لمكان مظلم جدا في الوقت ده جون وصل لمرحلة انهيار نفسي وفقد الامل وكرر ان هو ينتحر لكن فجأة لقى ضوء ليزر في وشه فبيرجع عن فكرة الانتهار وبيروح علشان يلاقي بنته في العمارة المقابلة ليه وكانت عاملة كل الاحتياطات علشان تقاوم الزنبي وعملة كمان فخه قدام الباب وبدأت تستكشف البيوت اللي حوالين جون علشان تحدد مكان الزنبي بالزبط وبتعرفوا على بعض وبيعرف جون ان اسمها كيم واتفوا مع بعض انهم يعملوا جسر بالحبال علشان يوصلوا لبعض الحاجات اللي نقصاهم وكيم بطربة كورة تنسة حبله وبتحاول ترميها لجون لكن للأسف ما وصلتش وبتنزل في الشارع واخيرا جون قدر يوصلها حبل بالطيارة درون وبدأوا يتبدلوا الاكل مع بعض في الوقت ده واحد من الزنبي وصل للحبل اللي رميته كيم وكان مربوط في ترابيزة الاكل وبيشد الزن بالحبل علشان الترابيزة تضرب كيم وتفقدها وعيها وبدا يتسلق على الحبل علشان يوصل لكيم هنا جون بقى يحاول ان يمنعه وبعت لعند الزن بالطيارة درون علشان تلهيه ولكن الزن بمسكها وكسرها واستمر في السعود لعند كيم لكن في اخر لحظة بتفوق كيم وبتضربه علشان يوع على الارض ويموت هنا جون قرر يخرج من البيت علشان يدور على اكل في البيت اللي جنبه وفعلا بيلاقي اكل في التلاجة وكمان لقى معدات كتير هتساعده في انقاذ حياته وبيلاقي كمان جسة على الارض ولما بيشير الغطى من عليها بيهجم عليه شخصة متحول وبيحاول ان هو يعده لكن جون بيهرب منه في اخر لحظة وبيوصل لبيته وبعد كده جون بيبعت جهاز لسلك الكيم علشان يتواصلوا مع بعض وكمان بعت لها اكل وبادع ان هم يتكلموا فعلا مع بعض لكن فجأة شاف جون الزن بيروح على الامار اللي فيها كيم واتصلت كيم بجون وقالت له ما تعملش صوت علشان ما يعرفوش مكاني لكن لسوق حظها واقعت الدولاب وخلت الزنبي يعرفوا مكانها من الصوت لكن جون تسرب بزكاة واتصل على تليفون جلنها وخلت زنبي كلهم يروحوا هناك بدل من يروح الكيم وقدر ان هو ينقص حياتها هنا فكروا يعملوا خطة جديدة لان عدتهم كده مستنين المساعدة مش هتنفع فقرر ان هم يطلعوا على سطح الامار اللي فيها جون وجون فتح الباب وفضل يضرب في الزنبي وكيم ربطت نفسها في حبل ونطت من الشباك ونزلت في الشارع وبارئة تقاوم وتضرب في الزنبي لكن واعت في الارض وهنا شافت المسدس بتاع الشرطية وجريت عليه وبدأت تضرب نار عليهم لكن زنبي منهم هجم عليها وقعها على الارض لكن الحزن حظها جون جهوا عنقصها في الوقت ده كان الزنبي حاوتهم من كل ناحية لكن قدروا انهم يهربوا منه ويدخلوا لعمارة ويركبوا الأسانسير وبيوصلوا للدور الأخيرة قبل السطح لكن الزنبي كانوا وراهم وكيم وجون كانوا بيحاولوا يفتحوا أي باب من الأبواب علشان يدخلوا واستخبوا من الزنبي لكن للأسف الأبواب كلها مقفولة وفي آخر لحظة باب منهم بيتفتحوا ويسحب كيم جوه وبيدخل وراها جون كمان علشان يلاهوا شخص عايش وبيقدم لهم ميا وبيقول لهم ان الجيش هينزل للمدينة ومعها طيارات انقاذ كتير علشان ينقذوا الناس اللي ما صابهاش الفيروس كيم وجون فرحوا جدا لكن ماكنوش واسكين في الراجل ده واستنوه هو يشرب الميا الأول وبعدين جون طلب منه انه هو يديهم أكل علشان ماكلوش بقى لهم فترة كبيرة لكن الصدم هنا ان الشخص ده كان حتطلوهم مخدر ولما أغم عليهم رباطهم وبدأ يسحب كيم علشان يقدمها وجبة لمراته المتحولة هنا فايت كيم علشان تتصدم بالمنظر المرعب اللي قدامها وبرضو فاق جون ومسك المسدس وبدأ يهدد في الراجل انه يسيب كيم وإلا هيضربه لكن الراجل مهتمش وساب الحبل بتاع مراته علشان تاكل كيم وهجمت فعلا على كيم لكن كيم قومت وماستسلمتش بسهولة وهنا الصمت بعم المكان والراجل فتح الباب علشان يشوف ايه اللي بيحصل وفجأة مراته هجمت عليه وقتلته هنا اليأس سيطر على كيم وجون وكرروا انه هما ينتحروا وكيم طلبت من جون يقتلها واداته المسدس لكن الموضوع كان سعب على جون وماقدرش انه يقتلها لكن بيقطعهم صوت جاي من برة وبيتصدموا لما بيلاقوا طيارات انقص في قد المدينة هنا الامر رجع لهم من تاني وطلعوا من الشباك وبدأ يشيلوا الزومبو من قدامهم وكملوا صعود على السلالم علشان يوصلوا للسطح والزومبو وراهم واخيرا قدروا انهم يوصلوا ويقفلوا الباب وراهم لكن للأسف ملقوش اي طيارات في المكان في الوقت ده الزومبو يقدروا يفتحوا الباب وهجموا عليهم لكن على اخر لحظة ظهر الطيارة من العدم وبدأت اطلاق النار على الزومبي واخيرا سحبوهم للطيارة وانقصوا حياتهم جون وكم ما كانوش مسدقين انهم نجوا من اسوأ كابوس عشوف في حياتهم والغاية هنا يكون خلص فيلمنا واشوفكم على فيلم جديد